نصلى على النبي ونبدأ باسم الله في الملها بيبدأ على جزيرة هادية وجميلة في تايلاند وبنشوف في ملها ليلي منت اسمها كودي مع صاحبتها جين واللي اتنين دول بقى مشهورين وعندهم متابعين على موقع اسمه فيهم وبعد شوية بتيجي رسالها لكودي وبتقول لجين انها تخلع بدري عشان عندها اجتماع قالت لها نمتكيفة اه بس ده ما يمنعش نمسح صاحة اجتماع ايدا للساعة واحدة ونص بالليل يا يانم قالت لها نضار رعي بتاعها وما ينفعش تتأخر عليه ولما لقيتها متضيقة قالت لها تعالي معايا رحلة على الياخت كده هتنسيك انت مين وفعلا بتاخدها وبتركب عربية كانت مستنيها برا وفي بلد تانية بنشوف كريسة مع صديقها الصدوق وده اللواء الحصان يعني وبتدخل للسطابلو وبتتصور فيه وبتدخل عليها اختها شارلوت وبتهزر معايا وبتقول لها انت ما بتعرفش تتصوري وبتصورها وبترفع صورها على موقع فيهم بس كريسة كانت لسه غلوبة كده على قدها عندها 1486 متابع وشارلوت بترفع صورتها وبتعمل لها الهاشتاجات كمان وبنعرف يا عزيزي ان اموهم ماتت من فترة وعايشين مع ابوهم الطيب الغلبان ده في المزرعة بتاعتهم وكانت حالته الصحية صعبة جدا ظهروا فيه مشكلة وما ينفعش يشتغل وبيقول لبناته انه مضطر ينزل شغل عشان يسد ديونه المزرعة بس هم رفضوا وده عشان هو تعبن طبعا ولما سألته كريسة المزرعة عليها كام قال لها 400 الف دولار عملية ضهري مع مستلزمات المزرعة فبتقوله انها هتنزل هي تشتغل قال لها ومين هيقب بله من المزرعة وقتك لسه بتدرس شارلوت قالت له ما تشيلش هامة حاج انا يا سيدي هقعد من مدرسة وبتدخل كريسة وضيتها وبتسرش على الوظائف المتاحة وبتلاقي شغل في مطعم فراخ بس بمبلغ وليل وبتدخل عليها شارلوت وبتقول لها بص صورة الجابة كام 700 اعجاب استغربت وسألتها ازاي ده حصل فبتقول لها السر في الهاشتاك وبتعمل من عندها فول لواحد مشهور اسمه جاك ولما سألتها مين تبقى بسلامته قالت لها ده حد كده زي كريستيانو في نفسه ده اشهر واحد على موقع فين كله بس كريسة ما كانتش مهتمة وما كانتش تعرف مين ده اساسا شارلوت قالت لها كل ما يبقى عندك متابعين كتير هيبقى عندك رعاء اكتر وساعتها بابا بقى مش هيشتغل ولا انت كمان هتشتغلي قالت لها انا مش بتاعتي الكلام ده وطلعتها برا وبتفضل تتفرج على صور جاك وبتعجب بيه وبتتصور صورة قبل ما تنام وبترفعها تاني يوم الصبح بتسحى وبتلاقي نفسها باقت 7842 وده رقم بالنسبة لها يعاني صدمة اتصدمت وما كانتش مسدها نفسها وبتلاقي من ضمن الناس اللي بيتابعوها جاكا فاندي بيباشا لا وكمان بتلاقي بعت لها رسالة وبيقول لها انه اخد لفة في صفحتها وعجبوا صورها وبيعرض عليها انها تسافر له طايلان استغربت وقالت له وانا اشضمن انك جاك بجد وجداني قال لها اختري رقم من واحد لخمس قالت له ثلاثة فبيبعت لها صورة وطلعت صوابع وبيقول لها انها جميلة وان دي فرصة ما تتعودش وكمان بيعرفها ان الرعاب طاوته هما اللي هيدفعوا تكلفة في الصفر وكل حاجة كيريسا يا عزيزي ما كانتش مسدها نفسها وخرجت والد لابها واختها اختها كانت هطير من الفرحة وقالت لها ان دي فرصة ما تتعودش يا تلحق يا ما تلحقش جاك ده هيشهرك وهيزود متابعينك ووقتها الرعاها يتخنق عليك اللي ما في رعي حتى رن علي المهم ابوها كان متدين وكان خايف عليها من جاك وأمثاله لكن هي بتقدر تكنعه لما قالت له انت ربتني اني منساش اصلي دي فرصة والفرصة بتيجي مرة واحدة وفعلا ابوها بيوافق ولما دخلت تحضر شنطتها بيبعت لها جاك انه هيبعت لها عربية تروح تاخدها وكل ما يبعت اي حاجة هي واختها يصوت ويفتحوا بقهم وبعد شوية العربية بتوصل وبتاخد كريسا وبيخدها على المطار وبعدها بتركب الطيارة ولما بتوصل بتطمن واختها انها وصلت لكن بيغبط فيها واحد بعضلات وبيعف يعتزل لها ومع الكلام بيعرف انها جاية لجاك فبيقول لها مش ممكن انا كمان جاي لجاك وده بقى يا عزيزي عنده 890703 مشترك وجاي برضو يزود متابعين عشان طول ما هو أقل من مليون ما فيش اي رعاة يبصوله وبياخدها وبيروحوا العيل كده توتو موتو ويف بيتصور بس عيل كده خرعوا وحطت كحل وده عنده مليون وشوية وبيسلم عليهم وبيقول لهم انه هيوصلهم لجاك وبيندعى عليهم بيقولولهم يا امي وبيعرفهم انهم مش جايين لوحدهم وكمان بيعرفهم على عارضة ازياء اسمها كيمي ودي كانت معدية بقى الكلام كله وعندها 3 مليون وشوية بس مشي بمثل البحر يحب الزيادة وبيركبوا كلهم في العربية وبيروحوا الفيلا جندة جدا على البحر ولما بيدخلوا جوة بيلقوا بقى شباب على بنات والدنيا خربانة وكلهم نفس الحكاية مشهورين وكريسا كانت في زهول من منظر البحر وده لانها اول مرة تشوفه اساسا ولسه هتطلع تليفونها هتزرف صورة بتزعق لها واحدة شبها الزرنباء وبتقول ان اسمها فيرونا وان البت ده بيتها وقوانينها هي اللي هتمشي وطبعا يا عزيزي حقها عندها 12.5 مليون مشترك وبتقول لهم ان كل تليفوناتهم هتتسحب منهم كيمي قالت لها مقدرش ده ايديو ريكل في الدنيا خلق عشاك وقال لها النيفرون عندها حق حصلت مشكلة كده معانا من قريب بسبب ان فيه شخص نشط صورة والرعاة بتعطنا موفقش عليها وطبعا احنا ماينفعش نزعالوا الرعاة دول اللي بيأكلونا وبيلبسونا من غيرهم كان زمان كل واحد فيكم دلوقتي قاعد كايد في بيته وعشان كده مش هنرفع اي صورة غير لما الرعاة يوفق عليها الاول ولازم نخب بنا كويس ان كل الصور فيها العلامة التجارية بتاعتهم وبيوريهم الازازة دي ودي المنتج اللي المفروض يتصوروا بيه جاك باي عزيزي عنده 23 مليون وشوية المهم بيرحب بهم كلهم وهو اول شخص يسلم تليفونه وبعدها الكل بيسلم تليفونتهم عادي جدا خالص وبيروح جاك لكريسا وبيسلم عليها وبيلبسها اسورة في ايديها وبيقول لهم ما يقلعهاش ابدا دي اللي هتدخلكم اي مكان انتو حايزينه وبيقول لي كريسا انا عارف انك متوترة انا كمان كان جديد عليها الجو ده وبيعرفها انه برضو من منطقة عارفها زيها وبعدها بقى كل واحد فيهم بيدخل قطه وكانوا سايبين لكل واحد فيهم هدية على السرير وطبعا كانوا عارفين كل واحد بيحب ايه وبيقول لها ميامي انهم هنا بيبيعوا كل حاجة لصالح الرعاب طعوم اي حاجة فيها مصلحة احنا وراها موكه فيم ده عامل زي الوحش الجعان على طول وانتي لازم تطعم الوحش ده وبعد شوية بيروح جاكل كريسا قضيتها وبيقول لها ان في اجتماع ضروري وهو جاي اخده عشان ما اتهش وهم في الطريق بيقول لها انا عارف ان مخك مش مستوعب اللي انت شايفاه انا كنت زيك كده في الاول قالت له انت عارف اني جاي عشان اساعد اهلي وانت قلت له انك هتساعدني عشان اوصل للرعاة قال لها ايوه حصل هو كم المبلغ اللي على المزرعة قالت له 400 الف دولار فبيسكت شوية وبعدها بيقول لها دي سهلة وبيسألها عندي كم متابعة دلوقتي قالت له 18 الف فبيقول لها ان الرعاة يبدأوا يشتغلوا معاها لما توصل للمليون بس متهلعيش انا هساعدك ولما بيدخلوا جوه بيرجعوا لهم تليفونتهم وبيقول لهم اي صورة هترفعوها لازم تعدل اول علينا وانحنا هنختار ايه اللي هيترفع وانلي مش هيترفع قطروا انتوا بقى من الصور ببلبوسة الملياطة وانتوا هتنجحوا لازم تظهروا للناس قد انتوا مستمتعين عشان كل الناس تتمنى تعيش التجربة يعني باختصار انتوا هتبيعوا للناس التجربة دي وبيقول لهم عن القوانين واللي كان من ضمنهم انهم يبعدوا عن المدينة القديمة في ناس كتير اختفت فيها بسبب عصبة تتشاو اي حد تشوفوا على ايده قماشة حمرة ابعدوا عنه على طول وبتخلص كريسها الاجتماع وبتطلع على البحر وكانت مبسوطة جدا جدا بالاجواء وبتطلع تليفونها وبتصور نفسها وبيروح لها جاك وبينكشها وبيهزر معها شوية وبيقول لها انه هيتصور معاها عشان يزود متابعينها وبفعلا بيتصور معاها كزا صورة وبالليلة على عشا بتنزل وهي لابسة فستان بسيط ولما شافها ميامي قال لها كل حاجة فيك حلوة إلا الجزما لف رجلك وبيقول لها انه هينزل معاها ويزبط لها كم فستانها يغيروها وقابل ما بيبدعوا الاكل فيرونا بتقول لهم استنوا بقى انتوا طبعا عارفين بنعمل ايه قابل الاكل كل واحد فيهم مسك تليفونه وصور الطبق اللي قدامه إلا كريزة شبكت ايديها في بعض وكانت بتدعي قابل الاكل ولما شافتهم اتحركت وصورت هي كمان طبقها وبعدها بياخدوا بعضهم على مالها ليلي وهناك بقى كانت المردغة كلها وبوازوا البنية اللي كانت زي الوردة المفتاحة وكلما يتصوروا صورة كانت بتعدي على فيرونا الاول وهي اللي قرر توافق عليها ولا لا وبسبب الصور اللي رفعوها متابعينهم كانوا بيزيدوا بسرعة جدا وبيكملوا الصهرة كلها وكانت هلس ورأس واخر قلة ادب وفيرونا كانت هتطأ من كريسة وكانت ملاحظة ان جاك لازي فيها على طول وبعد ما سكرت طينا بترقس مع جاك فبيقول لها انا مش جاك انا اسم ياتي وبتلاقي نفسها بترقس مع واحد ما تعرفوش وكان من ضمن العصابة اللي جاك حزرون منهم المهم انها بتدوخ وبطوعة على الارض وبتسحى تاني يوم دماغة هتنفجر من الصدوع وبياخدها ميامي هي و جينر على مطعم في المدينة القديمة وبيقول لهم انه هيأكلهم حتة اكلة تايلندية يعني بطنوما توجههم بعدها وبيدخل المطعم وبيطلب الاكل وبالصدفة بيدخل المطعم الودي اللي اسم ياتي اللي كان بيروس مع كريسة وكان عايز ياخد اتاوة من صاحب المطعم بس جينر ما عجبوش اللي بيعملوا زعى فيه فبيشوف كريسة وبيقرب عليهم وبيقول لهم انها تلزموا لكن جينر بيطلع صاحب صاحبهم جد وبيضرب واحد من رجالت ولسه الخناء هتولع جاك بيطب عليهم وبيزعى الياتي وبيقولوا انهم تابعوا ولما بيرجعوا الفيلا بيزعى لكريسة وبيقول لهم مش حل ما حذرك منهم اعتذرت له وشكرته عشان انقذهم فبياخدها في حضنه وبيقولها ولا يهمك فبتسألوا انت بتتصرف معايا بلطف كده ليه قال لها عشان انت غيرهم وبعدين الناس في الارياف دايما بتساعد بعض وبيقول لها ان موقع فيهم ده مجرد مظهر جذاب والصور اللي عليكم لها مش حقيقية وبيقول لها اتحضر نفسها عشان الرعي بتاعهم هيعمل لهم اجتماع بعد شوية وفعلا بيتجمعوا كلهم وبيتقول لهم فيرونا الرعي بتاعنا وصاحب الفيلا واللي بيدفع لنا تمن اقامتنا هنا عايز اتعرف عليكم واللي يبقى المدير التنفيذي للمنتج اللي بنسوقه سقفوا كلكم معايا لدانيال بيباشا وبيدخل دانيال وبيرحب بيهم وبيقول لهم انه قرر يختار واحد منهم ينضم الفريقنا وده هيبقى بعقد امته خمسمائة الف دولار والكل بيسمع الرقم وبيتصدم وبتقول فيرونا انها هي وجاكل اللي هيختاروا الشخص ده وعشان تكونوا واحد مننا لازم تعدوا المليون مشترك الأول وبعد ما بيمشي فيرونا بتشدي كريسا من ايديها وبتقول لها جاك ده بتاعنا يعني بطل الشغل المحني اللي بتعمليه ده فبتعتزل لها كريسا وبتقول لها انها ما كانتش تعرف ولما مشيت كاني قالت لها فوقك منها جاك سبها من سنتين بس هي اللي مش قادرة تبعد عنه ولما بتطلع قوضتها شارلوت بتكلمها وبتقول لها ان ابوها اضطر ينزل يشتغل وبسبب الشغل ظهره طعبه ومش قادر فبتعيد كريسا وبتقول لها تمنعه ان ينزل الشغل وبيدخل عليها مياه مي وبيحاول يفكها شوية وبتعرفه انها بتعمل كل ده عشان تساعد ابوها فبيقول لها ان هو كمان بيعمل كل ده عشان خاطر اخته وبياخدها وبينزله يعمله شوية تشوبينج وكل ما تختار حاجة محترمة كان بيرفض وبيلبسها لبس يعني هي مش بتعود عليه وبالليل بيروحوا يصهروا زي كل يوم وبتتدايق فيرونا منها اكتر واكتر لما بتشوف جاك بيه هزر ويتصور معاها وعشان تنتيم منها ما كانتش بتوافق على نشر الصور اللي هي فيها وبتعدي الايام وبتوصل للخمسمائة الف متابع ولما وصلت لستمية واثناشر ما لقيتش اي صور لها جديدة بتنتشر غير الصور العريانة فبتتدايق وبتفتكر اختها وابوها وبتمسح صورها العريانة كلها ولما بترجع قوضتها بيروح لها جاك وبيسألها الجميل زعلان ليه قالت له ان العيشة دي مش بتاعتها ده مش طبعي ودي مش انا انا كنت فكرة ان جاي اشتغل لكن ما عرفش ان هيبقى فيه مصخرة وقلة ادب كده فبيقول لها جاك ان ده سبب اعجابه بيها ولسه هيروح بقى في الدنيا بيسمعوا صوت الانذار واعتري يا اختي اه ياتي ورجالته اقتحموا الفيلا بس رجالة فيرونا بيقدروا يسبتوهم ولما سألته جاي هنا ليه قال لها انه عايز كريسا لنفسه ضربته وقالت له انها في بيتها يعني بتاعتها وبيسمعوا صوت عربيات الشرطة وده يعني عشان الانذار لما اشتغل طلب الشرطة تلقى من نفسه وبيبضوا على يدتي ورجالته وبيطلعوا صورة الجين بتاعت اول الفيلم وبيسألهم لو شفوها وبيعرفهم انها مفقودة من اسبوعين فيرونا قالت له محدش في اللي موجودين هنا كانوا موجودين من اسبوعين بس بتدخل عليهم كودي وبتقول انها كانت هنا من اسبوعين بس لما الزبت سألها على جين قالت له انها اول مرة تشوفها وبعد ما الشرطة مشيت جاك بيلاقي كريسة متوترة فبيقولها انها هيوديها مكان هاتي محدش غيره يعرفه ولما بيوصلوا المكان ده بيكون الجو يشعري على الاخر وكانت كريسة اصلا معجبة بجاك وبتبسله بقى بصت اللي هي ما قبل المعراقة وبتقول له انا الصراحة اول مرة حد يتتشمي فبيتضايق وبيقولها انت تستهل احسن من كده وبيقوموا بيقول لها انا شخص مش كويس انا مش هادر اعمل فيك كده في الوقت ده كانت فيرونا بتكنع كودي تكتم على حوار جين وبيقول لها دانييل انه هيخلص الدين اللي عليها وتمشي خالص من هنا وفعلا بيبعت لها مبلغ كبير لكن بيدخل عليهم جاك وهو متعصب وبيقول لهم انه مش عايز يكمل في القرف اللي بيعملوا ده دانييل قال له انا اللي اقول امتى تكمل وامتى لا فبيقول لهم انتو الورا اختفاء البنت اللي اسمها جين صح قال له صح زيبوني عايزها النفسه على طول وبتقول له فيرونا اني الزيبون ده ساعد ويدفع ديونه كلها اتصدم وقال لها انت كنت عارفة موضوع جين دانييل قال له اصلا الفكرة كانت فكرتها وكل البنات اللي مفقودين كانت هيا اللي وراهم فيرونا قالت له انها عاملت كده عشانه اتضايق وقال لهم انه هينساحب دانييل قال له انه اتفق مع فيرونا اتفاق انا همسح الدين اللي عليك ليا وكمان اعط في حسابك مليون دولار خلاص كده انتو فيرونا بقيتو احرار بعد المهمة الاخيرة دي احنا هنعرض الناس الجديدة كلهم في مزاد عالني بس كريسا محدش هيقرب منها دي بتاعتي الواحدي جاك قال له ان الناس دول عندهم عائلات هيسألوا عليهم لما يختفوا حتى متابعينه ما يسألوا عليهم قال له سهله وبسيطة انا معايا صور على الموقع بتاعي لكل الناس الجديدة صور كتيل لسه ما ترفعتش هتكفيني ثلاث سنين قدام كل اللي هعمله انه هغير الباكجراوند وهنرفع الصور فبيتدايق وبيشتم دانييل وفيرونا وبيخرج وبيروح لكريسا قضيتها وبيتكلم معاها بسطواتي وبيقولها انها لازم تهرب من هنا بسرعة قالت له مش قبل ما تعرفني اللي بيحصل فبيحكي لها انه زمان كان بيلعب امر كتير وانه خسر وكان عليه ديون كتير جدا ووقتها دانييل هو اللي دفع الدين اللي عليه وطبعا في مقابل انه يشتغل لحسابه وكان بيروح الياخت معاه يشوف الزباين عايزة ايه وانه هناك شاف فيرونا وكانت برضو عليها دين لدانييل وكانت بتخلص اللي عليها هي كمان عادي اخت برضو ووقتها حبوا بعض وقربوا من بعض وعشان نخلص من المعاناة دي فيرونا عملت اتفاق مع دانييل واللي هو ايه بقى يا عزيزي انها هي وجاك يجيبولهم انفلونسرز كتير لسه في البداية من على موقع فيم وبيكملوا بيقولها وفعلا توصلنا معاهم وكانوا بياخدوا الفلوس مقابل ان الزباين بتوع دانييل اللي يتبسطوا ومن ساعتها هو فيرونا ما بقوش يقابلوا زباين دانييل لتاني اتصدمت وقالتلو يعني انت طلعت قواد اعتزلها وقال لها انه فقل نفسه وبعدين احنا مغصبناش حد على حاجة هم بيرموا نفسهم لزباين دانييل مقابل الفلوس والشهرة بس دلوقتي الموضوع مختلف هم اتطوروا وبقوا يخطفوا يعني عملوا اوبجريد حتى اللي مش موافق على العرض بتاعهم بيكبروه وبيقول لها انها لازم تهرب حالا قالت له انها مش هتمشي قبل ما تاخد الباية معاها وبيسمعوا صوت كيني وهي بتصرخ وبيطلعوا بيتسحبوا على برة ولما بيدخلوا قضية ميامي ما بيلقهوش في قضته وبيشوفهم وهم واغدين جنر بس بيقدر ان يضربهم ويهرب مع كريسة وجاك وبيسمعوا دانييل وهو بيأمر رجالته انهم يدوروا على كريسة وكمان بيشوف فيرونا وهي بتخدر كوتي ولما جم يهربوا دانييل بيدرب جاك في رجله وبيتسدموا لما بيلقه ميامي معاهم وكانوا مهددين باخته عشان هو اللي عارف بموضوع خطف جين ولما ميامي تدايق وخرق برة طلعوا وراء وخدروا وكمان فيرونا خدرت جاك ولما جيدور كريسة قالت لها انا عارفة باللي دانييل اللي عاملوا معاك اهرب معنا دي فرصاتك لكن بترفض وبتخدرها وبعد شوية بيتفوى جاك وبتقوله انها خرجت الرساسة من رجله وانهم اكيرا بقوا احرار فبيتدايق جاك وبيقولها انها واحدة مريضة وبيعرف منها ان كريسة على الياخت بتاع دانييل وان الباقي هاتباع في مزاد ولما قالها انه هيروح ينكزها وان اللي ما بينهم انتهى ظهر فاته بالألم وكسرت في الحاجة في الوقت ده كان دانييل اللي قاعد في المزاد وكل الزباين كانوا قاعدين وبيتفرغوا على البضاء اللي هيشتروها وكانوا واقفين جوا صندوق ازاز وبيتبعوا بارقام خيالية جدا ايش تلاتة على اربع مليون مع ان الميامي ده ما اتخدش ببلاش اصلا المهم كريسة بتفوه في الياخت وبتلاقي الضخم ده بيقولها يلا غير هدومك عشان دانييل لزمنه جاي وبيدخل عليها دانييل وبيقولها ما قدرتش استنى اكتر من كده وفي نفس اللحظة بيوصل جاك علياخت وبيضرب واحد من رجالة دانييل والرجالة من الناحية التانية بيشوفوا قريب جاية عليهم وبيطلعوا زباين دانييل والاربع اللي اشتروهم وكانوا جايين يجربوا البضاعة ولما دانييل بيعرف انهم موصلوا بيسيب كريسة وبيطلع لهم وبيدخل جاك لكريسة وبتشكروا انه جاعة عشانها ولما بيدخل دانييل عليهم الجاك بيدرابه لكن دانييل هو اللي بينتصر عليه وقبل ما بيخلص عليه بتهدده كريسة بالمسدس بتاعه وبتدربه وبيتخليه يفقد الوعي وبتطلع وبتدور على بقى اصحابها وبتقدر تنكز ميامي وبتضرب العجوز ده طلقة ولما بتاخده على برة بيطلع واطي وبياخد القرب وبيجري وبترجع تاني كريسا لجاك بس ما بتلاقيش دانيال في القوضة وبتقوله ان ما في الشبكة خالص في المكان وانها مش عارفة تبلغ الشرطة وبيدخلوا الجنر وبينكزوا هو كمان وبيقدروا ينكزوا كيمي وكودي وقبل ما بيهربوا بقرب النجاة بيثبتهم دانيال ورجالته سهديته بالسلاح اللي معاها قال لها باللي واشرب ميته كان في طلقتين حيلة واحدة جاك اخدها في رجله والتانية انت ضربت بيها العجوز ولسه هيخلص على جاك بيلاقي الشرطة جاية عليه واعترم يامي مطلع شواطي وراح وبلغ عنهم انت بس نقصلك تبقى راجل وتبقى زي الفل وبتوصل الشرطة وبتقبض على دانيال ورجالته زبينه وبيشكرهم الزابط وبيقولهم ان دي كانت شبكة كبيرة فيها رجال اعمال من جميع الدول وما كانوش قادرين يبضوا عليهم وبتعترف كودي ان جين كانت معها على الياختي ده وانها اختفت فجأة وما تعرفش حاجة عنها وكمان ميامي بيقول انه شاهد على الكلام بتاع كودي وبعد ما الشرطة بتمشي كريسها بتقول لي جاك بعد كل المرمطة واللي حصل ده برضو مش هادر انكز المزرعة بتاعتنا فبيقول لها مين قال ليه افتح كده الحساب بتاعك وبتتفاكي انه بعت لها مليون دولار على حسابها وبتشكره وبتقوله انها مسامحة على المرمطة اللي حصلت لها وبتطلب منه طلب قبل ما ترجع بلدها وبتتصور معهم صورة وبتقوله يرفعها عنده ويمانشل اختها وفعلا بيعمل كده وشارلوت بتطيل من الفرحة وبترجع كريسة لعيلتها وبتنقذ مزرعتها وكمان بتبعت فلوس لميامي عشان يقدر ينقذ اخته وكانت لسه على تواصل بجاك وبتقوله انها مش تاها تشوفه لكن بتتصدم لما بتلاقي فرونا بعتت لها رسالة وبتقول لها مش عايزة تعرفي مكان جين وبيخلص الفيلم على كده شوف يا عزيزي الفيلم ده في كتير من الوقع اللي احنا بنا فيه في ناس كتير بترمي نفسها في اي حاجة وده تحت بند ان الحاجة بقت صعبة جدا وطبعا إلا من رحم ربي فيه انفلوانسرز كتير يتشهروا بمجهودهم الزاتي من غير يعني ما يدخلوا قوض ولا اماكن مقفولة في الاول وفي الاخر اي حاجة في الدنيا بتبدأ بغلط لازم تنتهي بغلط ما تنساش بقى يا عزيزي اللايك وتقول لي رأيك في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي